إلى خالد بن الوليد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد وجلس بجواره ينفخ في بطن يديه ويمسح على الجروح التي أصابت خالداً ويقول قم يا سيف من سيوف الله قم يا سيف الله المسلول رسول الله بجواره والله إن هذا يوم سعدي رسول الله يمسح جراحه طابت يا رسول الله جروحه والله كأني لم أصب بها والله يا رسول الله كم تمنيت أن يضربني ألف سيف في أنحاء جسدي فتمسح بيديك الشريفتين على جروحي أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن عوف فجاء من الطائف ليسلم بين يديه الشريفتين ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظافراً منتصراً معتمراً إلى مكة وبعدها رجع إلى المدينة كما وعد الأنصار وكان لابد من تطهير الجزيرة العربية من الأصنام لأن في تحطيمها برهاناً لكل من لم يؤمن بعد على عدم نفعها وعدم استطاعتها الدفاع عن نفسها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض السرايا لتحطيمها ومنها سرية عمر بن العاص إلى قبيلة هذيل أبشر يا عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحطيم الصنم سواع صنم بني هذيل والله إنه لشرف كبير أن يكسر سواع على يديه وكل الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل بوركت بوركت يا رسول الله ماذا تريدها رجل؟ وماذا هذه الجرء التي تجعلك ترفع سلاحك في بيت الإله سواع؟ أريد هدم سواع وغيره من الأصنام والحجارة تلك التي تعبدونها من دون الله وجرؤتي في الحق يتحلى بها كل مؤمن بالله يا خادم سواع ابتعد ابتعد عن الطريق ابتعد أريد محا Rouge وهل ستقدر على هدم الإله يا رجل؟ مسكين ويحك يا رجل إنه حجر حجر لا يضر ولا ينفع فانظر ماذا أنا صانع به سواع اشتركوا في القناة خادم سواع إلهه وهو يتحطم عاجزاً حتى عن الدفاع عن نفسه أيها الإله أين قوتك؟ والله ما رأيت منك إلا عجزاً فأنت لا تضر ولا تنفع النافع الضار هو الله عز وجل فاشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد لتحطيم مناه وهو صنم يعبد عند ساحل البحر وأرسل علي بن أبي طالب إلى قبيلة طيئ وهكذا طهر رسول الله المنطقة بأكملها من الأصنام والأوثان والآن نبدأ في الحديث عن السنة التاسعة من الهجرة ومن أهم الأحداث التي برزت فيها وتجلت بوضوح غزوة تبوك أو ما تسمى بغزوة العسرة نظراً للصعوبات والمشقة التي وضع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ترجمة نانسي قنقر مولاي القيصر العظيم والله إني أشعر بجرح غائر في قلبي لما فعله محمد ورجاله معنا في مؤتة نعم أيها الملك العظيم والله من يومها أشعر وكأن رأسي قد انحنت ولا أستطيع رفعها كيف يحدث هذا؟ ونحن أعظم الأمم وأكبرها وأقواها والله إني لا أشعر بجرح غائر لي وللروم بعدما أظهر محمد ورجاله لنا قوة المسكمين وقدرتهم على التخطيط والمهارة في الحرب للدفاع عن دينهم ماذا ترى في شأن محمد وأتباعه؟